يقول المولى عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون التطفيف في الميزان هذه من كبائر الذنوب هذا توعده الله عز وجل بالعذاب لماذا؟ لأنه يبخص الناس ويأخذ من حقوقهم والتطفيف بشكل يعني مبسط شوف أنا أبي مثلا كيلو من هذه الشيء حطيتهني من صفر ارتفع إلى مثلا 445 لكن بعض الباعش يسوي يحط لك هذه ويحطها هذه يرتفع إلى أكثر فهذه الوزن هاي تطفيف بعض الموازين طبعا غير الإلكترونية تلاقي هي يحط لك هني طبوش أو يحط لك هديدة أو شيء ويرفع فهذه أنواع من أنواع التطفيف فينبغي على المسلم أن ينتبه لما يأكل البائع المسلم ينبغي أن ينتبه يأكل من حلال أو من هرام عي على الفلاح اشتركوا في القناة